اشتركوا في القناة وهو المرشح لأنه يكون الأصل إنما ما يقدرش نعجس الآية ثانيا اللغة العربية اللغة غنية جدا 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 من ناحية الجذور فهي فيها 16 ألف جزر لغوي بينما اللغة العبرية 2500 جزر لغوي واللغة السكسونية 1000 جزر لغوي واللغة اللاتينية 700 جزر لغوي واللغة العبرية 2500 جزر لغوي كل دي لغات فقيرة في الأصول بتاعتها وفي نفس الوقت نلاقي أن اللغة العبرية 19 حرف بينما اللغة العربية 28 حرف نلاقي اللغة العربية أقدم بكام؟ بستة تلاف سنة أو أربعة تلاف سنة من اللغة العبرية فدي كل دي أسباب حتجعل إن إذا كان حنتكلم على الأصل يبقى نشوف للأقدم والأقدم هي اللغة العربية اللغة العربية أغنى في الجذور اللغة العربية هي لغة من المستوى الأول بينما اللغة اللي عبرية هي لغة من المستوى الثالث ليه؟ لأن هي جاية سلالة من اللغة الأرمية واللغة المؤبية واللغة الكنعانية دي كلها لغة المستوى الثاني اللغة الأرمية دي اللي كان بيتكلم بها سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء واللغة الأرمية دي سموها أرمية لأنها لغة الأراضي العالية من عارم يعني عالي اللغة الكنعانية الأراضي الوطية دي كان بيتكلم بها الفلسطينيين كل هذه اللغات الوسيطة وهي اللغات اللي جات منها اللغة العبرية فيعني آدي حاجة ناقي إيه؟ الأصل بقى بتاع اللغات دي اللي هي الارمية والكنعانية كلها متسلسلة من لغة أقدم بيسموها لغة ذات المستوى الأول اللي هي اللغة العربية هي أقدم لغة بدليل المخطوط اللي لقوه في سيناء في منجم من منجم الفيروز مخطوط عمره أربع تلاف سنة أقدم مخطوط في العالم مكتوب بلغة هو هذا المخطوط فهي العربية أقدم اللغات وأكمل اللغات ليه بقى؟ مش بس حكاية أن هي غنية في الجذور ستاشر ألف جذر لغوي لا اللغة العربية غنية في الكلمات في المفردات يعني مثلا الأسد شوفوا بقى الأسد له كم اسمي في اللغة العربية الأسد الهزبر الليس السبع القصورة الغضنفر الرئبال الضرغام الضيغم الورد يا أنا ربيض كل دول أسامل الأسد شوف الفوكابيولير الفوكابيولير قد ايه شوف المفردات قد ايه شوف الغنى هاتلي بقى لغة انجليزي ولا فرنساوي الأسد له عشر عشر أسماء زي دول وقصف كل حاجة بقى يعني هذا الغنى من ناحية المحصول المفردات اللغوية مش موجود في أي لغة زي اللغة العربية نمر تتنين الغنى في الاشتقاق بمعنى ايه بقى؟ لما ناخد كلمة انجليزي زي طول طول في العربي يعني طويل حتى فيه شبه بين الاتنين حكاية طول وطويل ونلاقي بقى العرب اشتقوا فبقى فيه ايه؟ طال يا طول وطويل مستطيل زد طول طائل وطائلة الله ده فرعوا وفككوا ويشتقوا مشتقات بل هاش آخر بينما الانجليز وقفوا عند طول طول ملهاش اشتقاق خالص لان ده لغات فقيرة اللغة الانجليزية اللغة فقيرة بينما اللغة العربية اللغة غنية جدا من ناحية الاشتقاق تعالوا لحاجة تاني زي مثلا ايه؟ جيد جيد بالانجليزي جود وعلى فكرة شوفوا الشبه هنا جود وجيد يعني احنا داخلين في حاجة زي بعضها برضه ومع كده تلاقي جود ما طلقش منها اي حاجة في الانجليزي إلا جودنس بس بينما في العربي طلع منها ايه بقى؟ طلع منها جيد اجادة يجيده اجادة جودة جواد جياد الجودو واخد بقى مشتقد زي ما انت عاوز فدي معناها غنى في الاشتقاق وبالتالي غنى في المحصول اللغوي اللي يبقى تحت ايدي الواحد لما يحب يعبر بينما في الانجليزي ما عندوش هلا جود وجودنس وخلاص ما فيش يعني حاجة تانية في اللغة العربية وهي القدرة على التعبير في كلمتين اتنين في كلمتين اتنين يعني مثلا في الانجليزي مثلا نقول ايه؟ ده في الانجليزي في العربي اقول ايه؟ لن اذهب بس كلمتين قد كده عشان اعبر على كلمة لن اذهب دي بالانجليزي اعوز عك طويل شغلانة اجي بقى في العربي اقول لن اذهب وتدينا المعنى باختصار وفصاحة دي برضو عنصر قوة في اللغة نمرد النقطة الاخيرة تتميز اللغة العربية بما يسمى بالمستوى الخامس ايه المستوى الخامس ده؟ وهو ذاتية الحرف ورمزيته يعني حبت الحرف العربي له رمزية وله معنى حرف الوحده كده بذاته كده يبقى له ايحاءات وله معنى زي ايه مسر زي حه وخه وفي بالك يعني ايه الطفل قبل ما يتعلم ايه حاجة لمجرد حاجة سخنة كده حط الواليه اح على طول لكن كلمة حه بقت لها معنى وهي الحرارة بينما الكبير لما بينسي حاجة اقول اخ خه لوحدها ادت معنى كلمة حه اللي هو استعملها الطفل كتعبير عن السخنة اتضح ان فعلا الحه دي بتخش في كلمات كلها تعني الحرارة زي ايه بقى زي مثلا حمى حمى حرارة حريق حميم حنظل حريف كل دي حاجات تعني الحرارة حمى حرارة حريق حميم كل الحاه عمالي خش في التكوينات اللي جمل كلمات تعبر عن الحرارة يبقى اذا الحرف العربي في ذاته له رمزية ولو ايه حقات وحتى في الناس البلدي في الشارع لما يقول الواحد يقول له انت حاه يعني انت حمار بدل ما يعني يلخصه العملية كلها يقول له انت حاه لان تعودنا على ان الحرف له رمزية ولو ايه حقات الحرف يكفي انما طبعا في الانجليز والفرنساوي الحرف ما ينفعش لازم يبقى فيه جملة ولازم يفيه كلمة وبعدين انت تستعجب ان الكلمات المقطعة في القرآن كلها ما جاش فيها حرف خه ليه حاميم مثلا لكن ما جاش خاميم ما فيش خه خالص في الحروف المقطعة وعشان كده بيقول لك الاربعتاشر حرف المقطعة في القرآن بيسموهم الحروف النورانية يبقى الخه دي دخلت في المجموعة التانية ايه اللي هي الحروف الظلمانية اللي فيها ظلمة وفعلا الخه دي بتخش في حاجات كلها سيئة لما اقول اخ يعني انسيت والنسيان ده حاجة وحشة مثلا خه دي تخش ايه في الخردة خردة خرقة خراء خسة خزي خم تبتخميني خجل خيانة خلاعة خزلان خنزير خنفس كلها حاجات مش كويس مش حلوة فالخه تخش لكن الحرف في العربي له رمزية وله ذاتية وهو بذاته يعني حاجة دي حاجة من لايهاش هل في اللغة العربية فاللغة العربية احد المعجزات بالنسبة للغات وهي جاديرة بان تكون اللغة الام وان الكل طالع منها لكن طبعا محدش من العلماء عاوز يقول دي ابدا كلهم بيخبوا الحكاية دي حقد طبعا معروفة على الاسلام ويمكن احنا الوقت بنتكلم الكلام ده كله والانابل نزلة زي المطر على البصنة شعب البصنة الاعزل وكل دول اوروبا عاملين رباطية ومنعين ان هؤلاء الضحايا البصنويين يقول لهم حق التسلح انهم يدفع عن نفسهم يشوفوا الحقد قد ايه واللي بيحصل في البصنة بيحصل في الشيشان واللي بيحصل في كشمير بيحصل في بورما بيحصل في الفلبين في يعني في حقد موجود على الاسلام وبيخبوا حقائق فاللغة العربية بس مش لدركة بقى انه توصل الفجر ان يقول لك اللغة العبرية اصل اللغات عبرية مين ده كل تاريخ العبرية كله من 1200 سنة قبل الميلاد ما تنفعش دي لغة سلالة ولغة ضعيفة وفقيرة ومن المستوى التالت ولغة نقصة ولغة كله بزرها 2500 جزر ومش ممكن تقدر تعبر عن الجملة زي الجمل القرآنية اللي احنا بنقراها وعشان كده دي الحكمة فان ربنا استعمل اللغة العربية كوعاء للكلمة الالهية القرآنا غير زي عوج قرآنا عربيا قرآنا قال ايه قرآنا عربيا غير زي عوج لان هذه اللغة هي اللغة الوحيدة اللي احتمتها لانها غير زي عوج هذه اللغة دي كمان لشان لما يكون انا عندي معنى غير زي عوج لازم احطه في لغة غير زي عوج غير زي عوج فهي الكمالات كمالات اللغة هي اللي جعلت الناس يختار هذه اللغة وعاء لكلماته لكن مين يقول كده احنا للأسف اعداءنا كتير واخنا ضعاف بس مش لدرجة انهم يرشحوا بقى العبرية انها تبقى ام اللغات ام ايه العلماء التقليديين بقى عشان يتجنبوا المشكلة بالكلية قالوا ان في خمس تلاف اللغة في العالم منها الفين في امريكا ويقسموها الى ثلاث مجموعات مجموعة اسمها اندويروبيان والتي تشمل انجليزي وفرنساوي ايطالي الماني لاتيني يوناني سانسكريتي والمجموعة التانية افرواسياتيك قالوا انها طلع من لغات اسمها لغات البانتو ومجموعة تالتة اسمها الامريكان اللي طلع من لغات الاسكينو ولغات الاميرين وبعدين جم لموا كل المجموعات دي وقالوا التلاث مجموعات طلعين من بروتون استراتيك لانجوج اللي هي خرجت من اصل افريقي وان افريقيا هي منزل اول انسان وان هي اصل جميع السلالات وان افريقيا لابد ان تكون اصل جميع اللغات لكن حد جاب سيرت العربي لا مفيش مع العربي هذه الحكاية كلها لكن مش ممكن الحقيقة تستخبه وبعدين يا جماعة الحق مطهد يعني دي مش اول مرة بالتاريخ كله دايما تلاقي الباطل يعلى والحق يطهد لغاية ما يجي وقت تباني المساء وان ما زارتش في الدنيا تظهر في الاخرى بما ربنا بيعمل اخرى ليه بيعمل اخرى ليه بيعمل حساب ليه عشان اظهار الحقائق عشان استعلان العدل يعني الدنيا فياش عدل للأسف فياش عدل وإلى حلقة خادمة ان شاء الله والسلام عليكم لانا الانسان كينا اكون مسلم فانا انسان صاحب ضميق وصاحب عقل اشتركوا في القناة